في محاولة لإنعاش بيروت التي تشهد أزمة طاحنة منذ انفجار الرابع من آب نظم مجموعة من الشبان عروضاً سينبائية تستمر لثلاثة أيام في حي الجميزي أحد أكثر أحياء المدينة تضرراً من الانفجار وتجمع العشرات في ساحة وسط المباني المهدمة وجلسوا على مقاعد وأرائك ووسائد على درج حجرية من أنقاض مباني لمشاهدة أفلام تعرض على شاشة معلقة على جدار منزل لبناني تقليدياً مدمر جزئياً ونظمت العروض كذلك لجمع المال لإعادة بناء المنزل حبينا أول شي نعمل هذا الشيء أزفاندريزر لأهالي هيدا البيت اللي يتضرروا من وراء الانفجار صحيح هو الدخولية عشرين ألف واللي بحب يتبرع فيه يتبرع على الباب عشرين ألف هي مهمة بس لرمزيتها منعرف نحن الوضع الاقتصادي في لبنان وكلها الإخبار والتفاصيل بس أنه حبينا على العليلة قد ما فينا نساعد نساعد وتكون هذه كمان شغلة طريقة تريف جميزة لنرجع الحياة لهذه المنطقة اللي كانت دايماً تنبض بالحياة ويأتي عرض الأفلام في سينما الجميزة في إطار مشروع أكبر باسم راجعين على البيت تأسساً لإنعاش حي الجميزة الذي كان يضج بالحياة وكذلك حي مارم خائل بسلسلة من الأحداث وقتل مئتي شخص عندما انفجر مخزون ضخم من نترات الأمونيا في مرفأ بيروت بعد تركه دون إجراءات سلامة لسنوات وأصيب الألاف في الانفجار الذي دمر أحياء بكاملها ويعتبر الانفجار أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم